اتناشر تلاتاشر خمستاشر البنات بتبلغ بدري شوية سنة سنتين. ممكن نقول البنت بتحيد مسلا اه في سن اتناشر تلاتاشر سنة الولد يبلغ يبدأ يحتلم اه يعمل عادة سرية يعمل شعرف ايه في سن خمستاشر ستاشر. ده الطبيعي. يعني الطبيعي ان البنت بتسبق الولد فيسيولوجيا بتلات اربع سنين. لكن اه جنرال طبيعي ان الرجل او المرأة اكبر من الرجل بعشر سنين. يعني الرجل اللي في الاربعين تناسبه امرأة في التلاتين. والرجل اللي في التلاتين تناسبه امرأة في العشرين والرجل في التلاتين بالنسبة امرأة في العشرين وهكذا. يعني مسألة ان احنا نحب بعض صحاب وزميل وجران ومولدين مع بعض ده كلام مش مزبوط لان المرأة بتعجز بدري. يعني ايه بتعجز بدري اكبر من الرجل فسيولوجيا بعشر سنين. فالمرأة بتبلغ مبكرا قبل الرجل او قبل الشباب. يبقى اللي عندي ولاد وبنات في البيت. فالبنات بتبدأ المحيد او بيبدأ دورة شهرية من سن اتناشر حداشر اتناشر تلاتاشر دي بقى متأخرة. طب لو عندي بنت اتأخرت عن اربعتاشر خمساشر سنة. لا تطلع نكشف عليها على طول نشوف الهرمونات اخبارها ايه? ان كده في مشكلة كبيرة. فما ينفعش بنت تتعدي خمساشر سنة ما جتلاقاش دورة. كده في مشكلة كبيرة لازم نكشف. نفس الكلام بالنسبة للولاد الزكور. الولاد الزكور بيبدأ البلوغ عندهم من سن اه خمستاشر ستاشر سنة. وبيبدأ بعلامات كتير من ضمنها ان الصوت بيبتدي يدخن اه بيبتدي يزهر شعر العان الاول وبعد كده يزهر شعر اللحية والشنب. ساعات بعض الشباب بيتأخر ده لغاية سن العشرينات. لكن عادة لازم نقول ان البلوغ بدأ في المرحلة السنوية من ستاشر سبع عشر سنة. طب افرض فيه شواس بقى لكل قاعدة الشواس. ولد ماليتفرج على افلام جنسية من سن اتناشر تلاتتاشر سنة. ممكن انه عنده بلوغ مبكر. يتفرج على مناظر اباحية كتير. اه ممكن يكون اه مسلا اه ولد عدى بقى العشرين ولا يعرف عن احتلام ولا سائل منوي ولا ولا. ده يبقى عنده ايه? تأخر بلوغ. يبقى ازا انا عندي فروغ فردين. طب يفرم عانا ايه? يفرم عانا كتير لازم الناس بقى ماشي صح. فلو البنت بلغت ما بلغتش سن خمستاشر سنة ستاشر وما فيش دورة تتعالج. وهي اللي ده مريضة يترتب عليها او امراض. ولو الولد وصل لسن اه مسلا اه ستاشر سبعتاشر تمنتاشر سنة عدى العشرين وما فيش اه احتلام ولا سائل منوي ولا ولا بعلامات البلوغ لازم يتعالج يبقى فيه مصيبة. ودي مشاكل ساعات بتقلب بتحول جنسي. يعني تحول جنسي يبقى اللي معايا زكر وهو انسة او انسة وهي زكر. ده في موضوع مش مزبوط. يبقى لازم نتعلم انه اه في طب المراهقين او اه نقول المشاكل بتاعة المراهقين. ليه مراهق? لانه هو بيرهق يتعب وبيرهق اللي حواليه. طب بيرهق في ايه? لانه هو بينتقل من مرحلة طفولة طفل ويتطبطب عليه وكذا الى مرحلة رجولة او شباب عاوز يزبط انه راجل. بس هو يعدي المرحلة دي ازاي? هل يترى ان انا عامله كراجل واحترمه? ودي يعزي مكاني ويروح اه يصل للراحل مكاني ومشي معاه رجولة? ولا اقول له انت لسه عيل وكسره وضيعه? ولا الجانب الاخر من المراهقة ان انا افضل اهزمه واهدمه? واقول له انت عيل انت ما بتفهمش كذا انت كذا كل ده هيحطمه وخليه عن الحاجات غلقة. ايه الغلط اللي عمله? ايه دخن بقى يمشي معه? يشرب سجاير? يمشي مع شيلة فازدة? ناس تحسسه ان هو كبير? كلام ده. فدي اسمها مرحلة مراهقة. يبقى هو مراهق يرهق يتعب نفسه وبيتعب اللي حواليه. خلاص ساعات يحب ان احنا نعمله كطفل وساعات يحب ان احنا نعمله كايه كراجل. لكن يحب بقى يختلب نفسه. يفع نفسه القوضة كتير. يفع نفسه الحمام. يبتدي يعمل ولو سبناه هيضيع. ولذلك احنا بنقول ان دي اخطر مرحلة ولازم نخلي بالنا منه. اخطر ما يكون في فترة السنوية وخاصة السنوية العامة. السنوية العامة اغلب الولاد والبنات بيجي لها حالة من الحسرة والفشل والاحباط والجنون الجنسي والفوران الجنسي في فترة السنوية العامة. ولذلك في شباب وبنات كتير بتقع. يعني في شباب وبنات بيعدوا يوصلوا للجامعة خلاص. لو عد مرحلة المراقع يبقى انسان كويس. لو وقع في النص وبيجي لشباب كتير العيادة اه اللي عمل عادة سرية كزا واللي نظره ضعف واللي كزا يعني المرحلة سنوية ضعيف. وفي بنات في السنوي بدل ما تقعد تزاكر الدروس بتاعتها جايبها اربع خمس اجندات بتنقل الاغاني والحب والعشق والجرافة. فاللي بيدخل عليها وهي بتزاكر يقول دي بتكتب ومالية كشاكي المذاكرات وهي بتكتب اغاية. نصيبة مطينة بطينة. فطبعا ممكن تقع البنتة او الولد في المرحلة دي. ومسألة ان يقوم بعدها بتاخد وقت بقى. يعني مسلا يجي لك واحد اه واحدة تقول لك انا سقبت في السنوية اربع سنين. حالة نفسية واكتئاب. ولا التاني انا بقالي تلات سنين ما عملش يعني دي مراحل اسمها وراحل السقوط. ويجي مرحلة تحديد المصير. هو بيحدد مصيره في المرحلة اللي جسمه فيها مش مزبوط. يعني مطلوب منه يحدد مصيره وهو اصلا ساير من جوه ومش عارف هو مين وهيعمل ايه. وايه الحاجات اللي بتتحكم فيه ديا واشهة وايه الرغبة الفضيعة دي. كلام جديد عليه مش عارف يستقرب. وده مطلوب منه ان هو آآ يبقى كويس. يا ترى هنسأله في ايه ونعمله في ايه? تعالوا نبص لقدامنا كده الاول نبص على آآ يعني ايه بلوغ ايه او بنقول عليها ان سامحنا مراقب. ده عبارة عن آآ 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 سكسي المطيور او بنقول عليها آآ التطور او النطج الجنسي. النطج الجنسي دون عبارة عن ايه? عبارة عن بالنسبة ليه آآ الراجل. هيبقى في آآ نموه للخصيتين. نموه للقضيب. في شعر العانة. آآ يبتدي بقى الهرمونات الجنسية ايه تزد? الهرمونات الجنسية دي اصلها من وبعدين تنزل على البوتيتر وبعدين الجونس وبعدين تنزل على الخصية. طيب دي هرمونات. الهرمونات دي ايه اللي يصير الهرمونات دي المشاهدة? الرؤية. افلاب. بنات عريانة كزا كزا. اسارة تروح على الهايبوسالماس ينزل على البوتيتر جلان ينزل الهرمونات على الخصية الخصية ببوزة. طب ايه علاقة بقى بين عينيه وما بين الخصية? كل الامونين يغدوا من ابصاري ويحفظوا فروجهم. طول ما انت مطلق النظر انت ضيعت الخصي. عملت التهاب وتورم والحوض بقى وبقيت مش قادر تمشي ونصيبه امتى اينا بطيك. ده اغلب الشباب يعني. مش عايز اقول لك يعني كل يوم عندنا في العادة عشر اتنسل والضحية دول. طيب. يبقى مهمة اوي اوي احنا بنتكلم على النطج الجنسي. ان انا عندي حاجات بتنمو. ممكن تنمو بنمو ربنا. وممكن يبقى في حفظ ان انا راجل محافظ. ما ببصش على حاجات مسيرة. فبرحم السيء والهرمونات عندي معتد. نعم. حتى لو الطفل بص خلي بالك معي. يعني لو الطفل زي ما بقول ست سبع سنين وبيشوف مشاهد عريانة وبيشوف كذا وكذا. هو لا عنده خصية ولا عنده هرمونات ولا عنده طيب وسلامة. لسه لسه النطج مجاشي. انما هنتكلم على ولد وصل للمتيور وصل للنطج الطول المناسب ووصل ليه ممكن يسبق. يسبق زمانه بسانة بسانتين. يعني الولاد الزكور مثلا بينضجه خمستاشر واتليه اربعتاشر بدأ السهل ما نوانزل. فسبق. لا لا لا. الانتصاب بتاع الطفولة مش انتصاب جنس. انتصاب الطفولة ده انتصاب تبول. يعني اي طفل صغير عنده سنتين تلاتة عاوز يتبول كده عنده انتصاب. فعنده انتصاب نقول له روح حبيبي تبول. مش عنده انتصاب نجوزه. يعني خلي بالك معي. يعني هناك فرق بين انتصاب الاطفال وانتصاب الكبار خليك زكي. هو مش العيل بقى عنده سنتين تلاتة عند انتصاب نقول له يا بابا عايز اتجوز. لا يا بابا راح الحمام اعمل بيك دي. فالمهم جدا انت بقى عارف انه مش العيل الصغير او الطفل عنده ست سبع سنين هيتفرج على فيلم جنس او ام يصار وقمنا نجوزه بقى. ده مش هنفعش كلام. ما نستعجل الشيء قبل اواني عقب بحرماني. انا بنتكلم في سن معينة. تزيد سنة ايه اللي سنة? معايا? زي ما قلنا ايه سن النطج بالنسبة للبنات. بالنسبة للبنات اه تلاتاشر اربعتاشر ماشي واحدة شازة اه اه عندها بليدنج او دورة في سن احداشر اتناشر جايز. بس دي ما تكملش عشرة في المية. لكن تسعين في المية من البنات احنا بنتكلم في المنطقة الحارة. منطقة مثلا شمال افريقيا مثلا. ممكن النطج بابادر شوية في الافرق. يعني ازا كانت البنت في مصر وشمال افريقيا بتنضج مسلا سن اتناشر تلاتاشر بتحيض. جالها دورة شهرية. فممكن البنت في اه وسط افريقيا او كده ممكن تنضج سنة تسعة وعشر سنة. حتى في المناطق الحارة البنات بتنضج بدري شوية والشباب. لان الحرارة بتسرع بالنطج. الحاجة التانية انه في اوروبا مسلا ممكن لايه متأخر سنة سنتين. ليه? لان الجو البارد مش مش بيعمل نطج قوي. طيب. يبقى احنا بنلعب في سنة سنتين. نعم.